أطفال يغنون للمعارك الإسلامية أغنية تمجد الموت والعنف هؤلاء هم أبناء عناصر داعش إنهم ينشأون في مخيم الهول للاجئين في روج آفا شمال شرق سوريا هذه بيئة عنيفة إذا تركت الأطفال كما هو الحال هنا فيمكنك القول إن هذا سيكون الجيل القادم من مقاتلي داعش يعتبر مخيم الهول أكبر المخيمات في المنطقة والأخطر في العالم وسيتحول الهول إلى قنبلة موقوطة وقد يخرج منه تنظيم إرهابي آخر مستقبلي وفي عام 2019 نجحت القوات التي يقودها الأكراد في استعادة المنطقة من حكم داعش لكن الجماعة المتشددة لا تزال تشكل تهديدا وضعنا حدا لسلترة داعش على روج آفا لكن أيديولوجية وتنظيم داعش ما يزالان موجودين هنا بما في ذلك في السجون التي يحتجز فيها إرهابي داعش وتديرها الحكومة الكردية المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تسيطر على شمال شرق سوريا لدينا حوالي 12 ألف سجن من داعش ولا يستطيع اقتصاد روج آفا التعامل مع ذلك بمفرده يشعر الأكراد الذين يعيشون هنا بأنهم تركوا لمصيرهم وهم مهددون من الدولة المجاورة ويعتبرهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرهابيين أيضا لذا شنت تركيا هجمات متكررة في روج آفا في السنوات الأخيرة أنا مخرج أفلام كردي مقيم في بروكسل سأسافر برفقة جولان الصحفية الكردية إلى روج آفا في شمال شرق سوريا وبعد العديد من المحاولات حصلنا أخيرا على إذن لزيارة بعض الأماكن الأكثر خطورة في المنطقة نريد استكشاف إرث القتال ضد الداعش في روج آفا اليوم أكتوبر عام 2021 عبرنا الحدود للتو إلى سوريا ليس هناك من شك في مدى خطورة الوضع هنا قام انتحاري بتفجير شاحنة محملة بالمتفجرات بالقرب من المكان يحثنا سائقنا شعلان على المضي قدما في أسرع وقت ممكن ويخشى وقوع هجوم ثاني كان شعلان في الجيش السوري خلال الحرب الأهلية انشق وهرب إلى المناطق الكردية وهناك انضم إلى الميليشيا إنه سائقنا وحارسنا الشخصي وهو مدجج بالسلاح هل الناس هنا مسالمون؟ من يدري إنهم موالون للحكومة طالما أنها تسيطر على البلاد لكنهم سيدعمون داعش إذا عادت محطتنا الأولى هي مدينة القامشلي على الحدود السورية التركية مباشرة وهذا هو مقر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا كما يطلق على روج آفا رسميا بعد فترة وجزة من بدء الحرب الأهلية السورية أنشأ الأكراد الذين عاشوا في الشمال الشرقي الغني بالنفط منطقة حكم ذاتي وأعلنوا الحكم الذاتي لكنها غير معترف بها رسميا من قبل الحكومة السورية أو أي دولة أخرى وتشكل روج آفا شوكة في حلق الرئيس التركي أردوغان على وجه الخصوص تشرح إلهام أحمد رئيسة المساعدة للمجلس التنفيذي السبب منذ تأسيسها في عام 1923 أنكرت الجمهورية التركية وجودنا نحن الأكراد وتخشى الحكومة أن يؤدي الاعتراف بالهوية الكردية في تركيا إلى إضعاف الأتراكي كمجموعة عرقية وتقسيم الأمة هنا في روج آفا يتم تدريس اللغة الكردية الأصلية في العديد من المدارس لا تقبل تركيا ذلك ولهذا السبب تقاتل ضدنا وتخشى أن يطالب الأكراد في تركيا بالشيء نفسه الاتهام الرئيسي لأردوغان هو أن روج آفا والميليشيات التابعة لها حلفاء لحزب العمال الكردستاني وهو يصنف المنظمة الكردية المسلحة التي تتمركز الآن بشكل أساسي في تركيا كمنظمة إرهابية على غرار الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كان حزب العمال الكردستاني نشطاً في روج آفا لفترة طويلة وفي الثمانينيات انتشرت الحركة هنا وكان الأكراد في سوريا مظلومين في ذلك الوقت ولم يكن لهم أي حقوق لكن أكراد سوريا يرفضون الآن أي ارتباط بحزب العمال الكردستاني تشق روج آفا اليوم طريقها الخاص الإدارة الذاتية وحزب العمال الكردستاني ليساش شيء ذاته كان الأكراد هنا في روج آفا بدورهم مهددين منذ فترة طويلة بالإرهاب وكان لهم دور فعال في إنهاء إرهاب تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة نحن في طريقنا للقاء نوروز أحمد قائدة التحالف العسكري الذي يهيمن عليه الأكراد قوات سوريا الديمقراطية قبل أن نغادر كان علينا تسليم هواتفنا المحمولة إنه إجراء معتاد وهو إجراء احترازي منذ أن استهدفت الطائرات المقاتلة التركية من دون طيار القادة الأكراد وضعنا حدا لسيطرة داعش على روج آفا لكن أيديولوجيته وتنظيمه لا يزالان موجودين هنا لا يزالان ناشطين ولا تزال تنفذ هجمات إرهابية ليس فقط ضد القوات المسلحة بل ضد المدنيين أيضا نحن نريد زيارة المنطقة التي سيطر عليها تنظيم داعش قبل أن يطيح به المقاتلون الأكراد نسافر إلى الرقة العاصمة غير الرسمية السابقة لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية أثار الدمار والقتال ضد الجهاديين موجودة في كل مكان أصبحت الرقة أضح مثال على آيدولوجية الخلافة نفذ داعش عمليات قطع رؤوس علنا وهذه الصور الفضيعة التي وصلت إلينا من الرقة كان لديهم هذا النظام المدرسي حيث كانوا يدربون أطفال الأذكياء ليصبحوا قادة في وقت لاحق أما غير الأذكياء فيدربون ليصبحوا انتحاريين في النهاية استخدموا الرقة لدعاية الخاصة بهم وخاصة للعالم الخارجي وصوروها على أنها جنة الأرض ودعوا المسلمين في جميع أنحاء العالم وأخوانهم وأخواتهم للانضمام إلى الخلافة وبناء شيء جديد وبهذه الطريقة تمكن داعش من جذب عشرات الألاف من المقاتلين الأجانب يخبرنا سائقنا أن الرقة لا تزال غير آمنة ويحثنا على المغادرة ما مصير مقاتلي الميليشيات الإرهابية؟ وبعد هزيمتهم سجن الألاف منهم في سجون مثل سجن الصناعة ولدهشتنا حصلنا على إذن بالتصوير داخل السجن ويوضح القائد جمال أن السجن يشكل أرضا خصفة لداعش سبق وأحارب الإرهابيين لكنه غير مرتاح بشأن زيارتنا ويقول إن الوضع الأمني متوتر للغاية ونحن نشعر بذلك أيضا يداي ترتعشان وأنا أحمل الكاميرا هدير المولدات في كل مكان والرائحة كرهة ولا تطعق يرشدنا جمال إلى المكان وفجأة انطلب مني أن أتوقف عن التصوير ينفتح أحد الأبواب وأرى المئات من سجناء داعش متجمعين معا العديد منهم مصابون وبعضهم فقد أطرافه المساحة التي يحتجزون فيها ضيقة بشكل لا يصدق أعدت تشغيل الكاميرا عندما دخلنا المستوصف هناك نقالة واحدة فقط هنا سجناء داعش هؤلاء هم أيضا أطباء يعالجون آلاف السجناء في المقابل لديهم مساحة أكبر قليلا ويسمح لهم بالعيش معا في هذه الغرفة أنشأنا هذه السجون في ظل ظروف صعبة لم نكن مستعدين لما حدث بعد الانتصار على داعش في معركة الباغوز اضطررنا فجأة إلى استقبال أكثر من خمسة آلاف مقاتل من داعش يقوم سجناء داعش بطهي طعامهم بأنفسهم جمال يحذرنا بهدوء من الاقتراب منهم إنه يخشى أن يهاجمنا بزيت الطهي المغلي تم نقلنا إلى الجناح الرئيسي للسجن حيث كانت فصحة السجناء على وشك البدء يسمح لنا القائد جمال بالصعود إلى برج المراقبة للتصوير ومع ذلك طلب من جولان أن تظل بعيدة عن الأنظار وهي لا ترتدي الحجاب ويخشى جمال أن يؤدي ذلك إلى استفزاز السجناء معظمهم من الجهاديين الأجانب الذين جاءوا إلى سوريا عبر تركيا للانضمام إلى داعش كيف شققت طريقك إلى سوريا؟ الأمر بسيط تقوم فقط برحلة إلى تركيا هناك شخص ما في انتظارك سوف يأخذك وبعد ذلك سيعبر بك الحدود لذلك كان الأمر سهلا للغاية حتى الحراس يرحبون بك ولا يفتشونك أعتقد أن الأمر برمته كان متوافقا مع مصلحة تركيا السياسية عظم هؤلاء السجناء موجودون هنا أو في سجون أخرى في المنطقة منذ سنوات لا أحد يعرف ما ينتظرهم وماذا يفعلون بهم ووسط حالة عدم اليقين هذه يواصل الشباب على وجه الخصوص التطرف جيل جديد من داعش ينشأ هنا تم سجن هؤلاء الأشخاص لفترة طويلة ويطلقون على أنفسهم اسم أشبال الخلافة كانوا جنودا من الأطفال تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والثامنة عشرة عندما أتوا إلى هنا يقوم السجناء الأكبر سنا بتلقينهم وتحويلهم إلى مقاتلين ملتزمين في داعش إنهم خطيرون للغاية أعتقد أنه سيكون للسجناء رد فعل لا أعرف ما هو نوع رد الفعل أعتقد أنه يختلف من واحد إلى آخر ربما أحدهم سوف ينتقم وربما يصبحوا أكثر تطرفا ربما بعض الأشخاص سوف يصابون بالجنون سيفقدون عقولهم في السجن سيخلق ذلك العديد من النتائج السيئة هل تفهم؟ وكلما زاد تواجدنا في سجون قوات سوريا الديمقراطية زاد ذلك من المشكلات حدفنا هو إعادة السجناء إلى أوطانهم لكن طالما أنهم هنا علينا التأكد من أن السجون آمنة وكثيراً ما يقوم النزلاء بحفر الأنفاق لمحاولة الهروب محاولة الهروب شائعة نجحنا دائماً في إحباطها حتى الآن اكتشفنا الأنفاق دائماً في الوقت المناسب وأما أنتم أيها الليوث الرابضون خلف القطبان من المجاهدين والمسلمين الأبرياء المظلومين لم ولن ننساكم يوما كيف ننساكم وإخراجكم فريضة شرعية وأمر نبوي لا نعرف إلى متى يمكننا تأمين السجون قمنا بتعيين المزيد من الحراس لكن هذا ليس كافياً نحن بحاجة إلى مكان أكثر أماناً ونظام مراقبة أفضل حتى تستعيدهم بلدانهم الأصلية تستخدم الدول الأوروبية حالة الفراغ القانوني في روج آفا لإيقاف جهاديها هناك بعض الدول بما في ذلك دولة النمسا ليست على استعداد لتحمل المسؤولية تجاه مواطنيها إنهم يأملون أنه إذا أوقفهم هناك سوف يختفون بطريقة ما وفي ظل الظروف السائدة هناك أشارت بعض منظمات حقوق الإنسان إلى هذه السجون على أنها جوانتانام الجديد أتعتقد أن روج آفا ستصبح جوانتانام الجديد؟ لا مطلقاً تم إنشاء السجون بينما كان القتال مستمراً أنشأناها في مباني المدارس السابقة ونحن نعلم أن بلدان هؤلاء المدارس المقاتلين الأصلية لا تريد عودتهم لكن هذا يعني أن على هذه الدول أن تساعدنا في إنشاء محكمة دولية أو عليها أن تدفع تكاليف احتجاز مقاتلي داعش هنا لدينا حوالي 12 ألف سجن من داعش هنا ولا يستطيع اقتصاد روج آفا التعامل مع ذلك بمفرده تنتهي زيارتنا للسجن فجأة يعتقد جمال أن الوضع هادئ جداً ولابد أن شيئاً ما على وشك الحدوث يبدو الأمر وكأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة علينا أن نغادر نريد معرفة المزيد عن القتال ضد داعش في روج آفا ما هي الأثار التي تركها هنا؟ نتوجه إلى كوباني بالقرب من الحدود التركية السورية وهنا تم صد تنظيم داعش للمرة الأولى وبدأ سقوطه في سبتمبر عام 2014 شن الجهاديون هجوماً واسعاً نطاق على المدينة لكن المقاتلين الأكراد أبدوا مقاومة شرسة نظم عسمة حسن الدفاع عن المدينة هاجمنا مقاتل داعش من ثلاث جهات أردنا أن ندفعهم إلى المدينة وشوارعها الضيقة لأن هذا هو المكان الذي أتيحت لنا فيه أفضل فرصة بالأسلحة المتواضعة التي كانت لدينا نعلم أن الناس هنا فخورون بشكل خاص بالشبات التي قاتلنا ضد داعش في روج آفا APJ هي وحدة حماية المرأة وهي الأولوية النسائية داخل وحدات حماية الشعب دورها كان مهماً جداً في معركة كوباني هؤلاء النساء مخلصات للغاية علمنا أنه إذا تم اعتقالهن من قبل مقاتلي داعش فسوف يتم انتهاكهن واغتصابهن وقتلهن إنهن ملتزمات جداً بهذه المعركة سنلتقي بواحدة من هن فقدت فاطمة ذراعها في المعركة وهي اليوم تساعد في دعم الجرح الآخرين في القتال كالكثيرين هنا لا تزال ذكرياتها تطاردها ظلوا يصرخون إذا قبضنا عليك سنأكلك طوال الوقت كانوا يشتموننا سواء أعجبك ذلك أم لا لا يمكنك الهروب من الخوف في المعركة ولهذا السبب يجب عليك تحويلها إلى شجاعة ومواجهتها وجهاً لوجه أنت تدرك أن الأشخاص الذين يعيشون هنا يعتمدون عليك إذا استسلمت فسوف يعانون سوف يتأذون لهذا السبب عليك القتال لماذا تمكن داعش من أن يصبح بهذه القوة في المقام الأول؟ وما هو الدور الذي لعبته تركيا المجاورة في صعوده؟ عندما هاجم تنظيم الدولة الإسلامية الأكراد للسيطرة على كوباني كانت تركيا تتفرج ولم تساعد الأكراد لأن ذلك كان في مصلحتهم نوعاً ما لسنوات سمحت تركيا للمقاتلين الإسلاميين والجهاديين من جميع أنحاء العالم باستخدام الحدود التركية السورية إلى سوريا للانضمام إلى الجماعات الإسلامية هناك وأيضاً داعش وهذا ما نسميه الطريق الجهادية السريعة وفي عام 2014 علق نائب الرئيس الأمريكي أنذاك جو بايدن قائلاً كان حلفاؤنا في المنطقة أكبر مشكلتنا في سوريا قال للرئيس أردوغان وهو صديق قديم كنت على حق سمحنا لعدد كبير جداً من الأشخاص بالمرور قمت بتنسيق كفاحنا ضد داعش جاء أربعون ألف مقاتل أجنبي جهاديين من جميع أنحاء العالم إلى سوريا وكلهم عبر تركيا جئت إلى تركيا مراراً كي أجعلهم يغلقون حدودهم لكنهم لم يفعلوا ذلك لكن في اللحظة التي استولى فيها الأكراد على أجزاء من الحدود قاموا بإغلاق الجدار بالكامل وفي سبتمبر من عام 2014 قررت الولايات المتحدة تقديم الدعم العسكري للقتال الكردي ضد داعش كان تحالفاً ضد الإرهاب نيابةً عن البشرية جمعاء وهذا ما جعله فريداً من نوعه لم يكن أحد يتوقع على الإطلاق أن تتعاون وحدات الدفاع عن الشعب الكردي مع أمريكا أعتقد أنه يمكننا القول إننا دافعنا عن العالم لو نجحت داعش هنا لشكلت خطراً جسيماً على العالم ولهذا السبب يجب على العالم أن يدعمنا اليوم وفي كوباني وحدها قتل أكثر من ألف مقاتل كردي وكردية نقود السيارة عبر منطقة استمر فيها القتال لفترة طويلة مؤلمة حتى بعد هذا النصر الأولي واستغرق الأمر أربع سنوات لهزيمة الميليشيات الإرهابية ولعبت مساعدة التحالف الدولي ضد داعش دوراً حاسماً لجأ الأمريكيون إلى قوات سوريا الديمقراطية وتتكون قوات سوريا الديمقراطية بشكل رئيسي من مقاتلين أكراد لكن كانت هناك بعض الأقليات الأخرى كالجماعات المسيحية والميليشيات المدرجة في قوات سوريا الديمقراطية وأصبحت الحليفة الرئيسية للتحالف الغربي المناهض لتنظيم داعش وفي أكتوبر من عام 2017 نجحوا في هزيمة تنظيم داعش في الرقة بعد أربع سنوات من الاحتلال الوحشي في ظل ما يسمى بخلافة داعش تم تحرير عاصمته الرقة وآلن الأمريكيون أنهم سيقومون بتدريب قوة قوامها ثلاثون ألف جندي لحراسة الحدود السورية التركية لمنع داعش من العودة ورد رئيس التركي أردوغان بغضب وهدد بتوجيه ضربة عسكرية تبني أمريكا جيشاً إرهابياً على طول حدودنا يجب أن ندمره طبل أن يتم إن شاءه وكان على رجاء فالآن أن تدافع عن نفسها ليس فقط ضد داعش بل أيضاً ضد الغزو الذي تهدد به تركيا وقصف الجيش التركي بلدات على الحدود بما في ذلك عفرين وأودت الهجمات بحياة نحو ألف وخمسمائة شخص وشردت أكثر من مئة ألف شخص لكن الميليشيات ذات الأغلبية الكردية واصلت القتال وفي مارس من عام 2019 وبمساعدة الغارات الجوية التي نفذتها قوات التحالف الدولي تم الاستلاء على الباغوز آخر معقل لتنظيم داعش الجنرال نوروز الجنرال مظلوم قائد قوات سوريا الديمقراطية أود أن أدلي ببيان نيابة عن حكومة الولايات المتحدة نهنئ الشعب السوري وخاصة قوات سوريا الديمقراطية على تدمير خلافة داعش المزعومة وعلى تحرير ما تبقى من أراضي داعش في شرق سوريا ووصلت تركيا التهديد بشن هجمات على روج آفا ودعات الجيش الأمريكي إلى الانسحاب وفي الأمم المتحدة في نيويورك قدم الرئيس أردوغان خطته لما أسماه ممر السلام في شمال سوريا وهي محاولة للسيطرة على منطقة تشكل جزءا كبيرا من روج آفا يجب علينا القضاء على منظمة حزب العمل الكردستاني الإرهابية في سوريا والتي تغطي أراضيها ربع الأراضي السورية وتحكمها مجموعة يريد البعض إلغاء تجريمها تحت اسم قوات سوريا الديمقراطية نقترح إنشاء ممر سلام بعمق ثلاثين كيلو مترا وطول أربعمائة وثمانين كيلو مترا وإعادة توطين مليوني سوري من تركيا هناك بدعم من المجتمع الدولي إن فكرة إنشاء هذه المنطقة الأمنية على طول الحدود التركية السورية تخدم هدفا مزدوجا فهو يريد أولا احتواء الحكم الذاتي الكردي على الجانب السوري من الحدود والهدف الثاني هو إعادة توطين اللاجئين السوريين داخل سوريا لأن تركيا استقبلت ما يقرب من أربعة ملايين لاجئ سوري إنه عبء كبير على المجتمع والفكرة هي أنه إذا سيطر أردوغان على هذه المناطق الحدودية فيمكنه إعادة ملايين السوريين إلى هذه المناطق مما يعني أن لديك نوعا من التطهير العرقي هناك لأن هذه المناطق يسكنها سكان أكراد أضطر عشرات الألاف منهم إلى الفرار من التدخلات التركية من قبل وهو الآن يريد إعادة توطين معظم السوريين العرب في تلك المنطقة وهذا بالتأكيد أن يساعد داخل المجتمع السوري على التصالح والعيش معا بسلام في أكتوبر عام 2019 قامت القوات الأمريكية بانسحاب مفاجئ من روج آفا بناء على أوامر الرئيس ترامب أنذاك احتج السكان الأكراد دون جدوى فجأة غادروا فحسب قال الناس تعرضنا نحن الأكراد للخيانة مرة أخرى لا ينبغي أن يحدث هذا كانت لدى أمريكا القدرة على فرض نفسها ضد تركيا ومن أجل جميع الضحايا واحد وعشرين ألف جندي من قوات سوريا الديمقراطية ولم يصب جندي أمريكي واحد وهذا هو الوضع الذي كنا فيه بعد انسحاب القوات الأمريكية مباشرة انشنت تركيا غزوها الثالثة على روج آفا والذي أطلق عليه أردوغان عملية نبع السلام ووفقا للأمم المتحدة فقد نزح أكثر من مائة ألف شخص واليوم لا يزال الكثير منهم يعيشون في مخيمات اللاجئين داخل بلادهم ويؤيم خيم واشوكان غير رسمي حوالي ستة عشر الف نازح داخلي هجمنا الأتراك كنا بلا مأوى وهربنا إلى هنا مع أطفالنا أطفالنا يكبرون في البرية نحن نعيش كالكلاب هنا هناك ثمانية من مخيمات اللاجئين هذه في المنطقة ولم تقدم الأمم المتحدة حتى الآن أي مساعدات للمخيمات والنظام السوري يمنعها ولا يمكن للأمم المتحدة أن تساعد إلا من خلال الحكومة السورية التي تمنع وصول المساعدات إلى مخيمات اللاجئين هذه ولا يتم حتى الاعتراف بهؤلاء الأشخاص كلاجئين إنهم لا يحصلون على أي مساعدة على الإطلاق على الرغم من أنهم فقدوا كل شيء إنه عمل وحشي أصبح الحجم الكامل للمشكلات التي تواجهها روج آفا واضحا بالنسبة لنا لكن كيف يمكن للغرب أن يساهم على وجه التحديد في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة؟ في القامشلي سألنا عبد الكريم عمر نحن في الإدارة الذاتية طالبنا التحالف الغربية بإنشاء محكمة دولية ينبغي أن تكون هنا في شمال شرق سوريا لأن إرهابي داعش ارتكبوا جرائمهم بحق شعوب هذه المنطقة لكن لسوء الحظ تخلى عنا الجميع وتركونا للتعامل مع المشكلة بمفردنا إنها قنبلة موقوتة وكارثة تلوح في الأفق ويقول عبد الكريم إن القنبلة الموقوتة تتدق أيضا في المخيمات التي تعيش فيها زوجات مقاتلي داعش وأطفالهم وأراملهم وأيتامهم وفي مخيم الهول هناك أكثر من خمسين ألفا منهم جميعهم غير قادرين على المغادرة لا يمكن أن يكون الأمر أسوأ مخيم الهول هو أخطر معسكر في العالم إنه أرض خصبة لجيل جديد من الإرهابيين ليس لدينا أي سيطرة على المخيم ويسيطر عليه داعش نشق طريقنا إلى الهول حصلنا على إذن بالتصوير لكن عندما وصلنا أخبرنا الحراس بأن الأمر خطير للغاية قبل أن يسمحوا لنا بالدخول إلى المخيم عليهم أن يجدوا لنا حراسة مسلحة وهذا سيستغرق بعض الوقت في هذه الأثناء يسمح لنا بالقيادة عبر المخيم بالسيارة وفي غضون دقائق تجمع الأولاد الصغار حول السيارة وقاموا بشتمنا ورشقنا بالحجارة هذا مكان وحشي لينشأوا فيه إنه غارق في آيديولوجية داعش العنيفة تخبرنا حارسة كردية لا تريد أن يتم تصويرها أن الأطفال الصغار في المخيم يشيرون إليها كما لو كانوا سيدبحونها يصرخون عليها بأنها كافرة وأنهم سينتقمون لمقتل ذويهم بدأ الأطفال في ترديد ترنيمة معركة تنظيم الدولة الإسلامية وهم يغنون أنهم ذات يوم سيصبحونهم أنفسهم جهاديين ويضحون بحياتهم من أجل النبي علينا أن نغادر مخيم الهول في الوقت الحالي سنقود السيارة إلى معسكر روج على بعد ثلاث ساعات سمح لنا بالتصوير هنا وقد وافق بعض السكان على التحدث إلينا وينقسم المخيم إلى منطقتين تشغل إحداها نساء متطرفات وبعضهن نفذن هجمات بأنفسهن أما المنازل الأخرى فتضم عائلات لا تنتمي إلى داعش أو تخلت عن آيديولوجيتها ارتكبت خطأاً كبيراً أخطأت في القدوم إلى سوريا يجب على بلداننا أن تعيدنا حتى نتمكن من بدء حياة جديدة هذه ويداد تخبرنا أنها خلعت حجابها في يوم المرأة العالمي وتتعرض النساء التي يخلعن النقاب للتهديد بالحرق وهن على قيد الحياة لدى ويداد أربعة أطفال صغار من أبوين جهاديين المخيم ليس مكاناً للأطفال لا يوجد تعليم هذه بيئة عنيفة لا يوجد شيء للأطفال لا توجد أنشطة لذا إذا تركت الأطفال هنا يمكنك القول أن هذا سيكون الجيل القادم من مقاتلي داعش يتم تهريب العديد من الأطفال إلى خارج المخيم وتسليمهم إلى داعش هكذا يجندون الأطفال الأمر صعب لكنني أحاول حماية ابني من الفكر المتطرف الموجود في المخيم وقيل لنا إن هؤلاء النساء لسنا سوى أقلية صغيرة من بين آلاف نساء داعش الأسيرات ويعتبرنا أنفسهن ضحايا داعش وينفين تورطهن في الجرائم المرتكبة ضد النساء والأطفال السوريين والعراقيين من ناحية أخرى غالباً ما تقوم النساء المواليات لتنظيم داعش بإخفاء الأطفال الذين ماتت أمهاتهم وذلك ببساطة لمنعهم من وضعهم في رعاية الأشخاص الذين يعتبرونهم كفاراً قدنا السيارة إلى إحدى دور الأيتام حيث يعيش الأطفال الذين يمكن إخراجهم من المخيم طبعاً هؤلاء الأطفال هم بعض الأطفال هم غير معروفية أجنسية حالياً الأطفال هم بعمر يتم نموهم وتعليمهم ليس لدينا مشاكل ولكن المشاكل نتوقعها في المستقبل هم بخير هنا والحمد لله هل تعتنينا بالأطفال؟ نعم وحبهم كما تحبهم أمهم وأكثر لا ينبغي أن يشعروا أنهم غير محبوبين تحركنا إلى مخيم الهول تنتظرنا حراسة مسلحة ويسمح لنا بالدخول إلى المخيم بالكاميرا ومن المعروف أن مخيم الهول موطن لعدد كبير من أنصار داعش المتشددين يشتهر المخيم بأنه ملاذ للمتطرفين والمتعصبين هذا هو الجزء الأكثر خطورة من رحلتنا تحول مخيم الهول إلى مدينة وإلى خلافة صغيرة ويتكون من ثلاثة أجزاء جزء عراقي وجزء سوري وجزء دولي الأكثر تطرفا هم الأجانب نحن الآن داخل مخيم الهول نحن على وشك الوصول إلى السوق أخذنا رفيقنا فرهاد إلى الجزء الذي تعيش فيه النساء الأجنبيات وأطفالهن من المخيم وقد شكلت هؤلاء النساء مجموعة متشددة نريد فقط أن نطبق شريعة الله جميع الأطفال هنا هم جنود داعش الجدد قلت إنه تم العثور على طفل ميت هذا الصباح كل يوم يحدث شيء كهذا هنا كان الطفل في كيس من البلاستيك في سلة المهملات تحدث أشياء سيئة كثيرة هنا قتلت امرأة وألقوا بها في الصرف الصحي الكثير من الفضائع تحدث هنا هيا لنذهب إلى السوق هل نغادر السيارة؟ أليس هذا خطيرا؟ لهذا السبب أنا هنا هذه هي سوق المخيم يتم تنظيمها من قبل السكان أنفسهم يمكنك محاولة التحدث معهم لكنهم لن يجيبوا هل تم منعهم من التحدث معنا؟ نعم من الصعب جداً السيطرة عليه واحتوائه الظروف المعيشية لا تطاق ومن الخطير جداً ترك عناصر داعش الأجانب في ذلك المعسكر وخاصة الأطفال وسيتحول مخيم الهول إلى قنبولة موقوطة وقد يخرج منه تمظيم إرهابي آخر مستقبلي هل ترين الأعداد بالبرقع؟ ومنهم رجال مسلحون قد يهاجمونك فجأة ويطلقون النار ويهربون هذا ما يحصل أليس هذا خطيراً بالنسبة لنا؟ نعم أصبح الأمر خطيراً أصبحت السوق مزدحمة جداً لم يعد الوضع آمناً هنا نعلم أن المجموعات الموجودة في الهول منظمة بشكل جيد وتتلقى أيضاً الأوامر من الخارج لديهم اتصال مع الخارج ويتواصلون عبر الهاتف المحمول يتلقون أوامر بمهاجمة وقتل الناس يقتل الناس كل يوم هناك وحيث تعيش النساء الأجنبيات ينشأ جيل جديد من الإرهابيين نعتقد أنهم سيكونون أكثر خطورة من تنظيم داعش نفسه منذ سن مبكرة تمت تغذيتهم بأفكار متطرفة ومتعصبة نشأوا على الجوع للانتقام يتم إعداد الأطفال ليصبح المقاتلين الجدد الأشخاص المحتجزون في المعسكرات والسجون يضعون خططاً طويلة تلمدى ولا يخفون هذه الحقيقة يقولون سنعود وسنكون أقوى ستبقى الدولة الإسلامية حية هذه هي رسالة هذا الفيديو ويظهر عالم الخلافة وهو يرفرف في المعسكر لسوء الحظ تساعد تركيا داعش أكثر من غيرها في كل هذا هناك العديد من الخلايا غير القانونية التي تساعد الناس على الهروب من المخيمات هناك محاولات للهروب من المخيمات كل يوم أولئك الذين ينجحون يهربون إلى تركيا وغالباً ما يتم تهريبهم بمساعدة تركيا رداً على ذلك تقول تركيا إنها تساعد فقط الأشخاص الذين يغادرون مخيم الهول والذين يحتاجون إلى الإنقاذ ولا يأتي جهاز المخابرات المحلي إلا لإنقاذ الأجانب الذين يريدون إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية انطباعون عن مخيم الهول هو أنه مخيم للاجئين ومعسكر اعتقال في الوقت نفسه وكانت أجواء التهديد واضحة في المخيم تشعر في منطقة روج آفا بأنها مضطربة للغاية بسبب إرث داعش هنا في المنطقة في يناير عام 2022 بعد وقت قصير من رحلتنا تحققت أسوأ مخاوف الكثير من الناس فجر انتحاريان من داعش نفسيهما خارج سجن الصناعة وتم تداول مقاطع فيديو من داخل السجن على مواقع التواصل الاجتماعي يمكنك بالتأكيد القول إن هذه كانت انتفاضة جيدة التنظيم في الواقع كانت محاولة للاستلاء على المدينة بأكملها ولم تكن مجرد محاولة للهروب من السجن فبينما كانت قوات سوريا الديمقراطية تقاتل ضد انتفاضة داعش في الحسكة واصلت تركيا استخدام طائراتها دون طيار ضد قوات سوريا الديمقراطية حتى انها هاجمت الوحدات الكردية التي كانت متجهة إلى الحسكة لمحاربة داعش هناك وفي النهاية تمكنت القوات الكردية من استعادة السيطرة لم يستهدف السجن فقط أرادوا خلق الفوضى في الهول ومنطقة الحسكة والرقة وأشارت داعش إلى الخلافة الثانية أرادوا استعادة السيطرة على المنطقة بأكملها وبحسب ما ورد قتل 374 جهاديا في القتال ويعتقد أن الكثيرين فروا القائد جمال الحارس الذي سبق وأخذنا في جولة حول السجن هو واحد من 77 من موظفي السجن الذين تم إعدامهم ثم وصلنا خبر مقتل زينب مقدمة الرعاية في دار الأيتام في غارة جوية تركية بطائرة من دون طيار كما تزايد العدوان التركي في القامشلي تعرضنا نحن بدورنا لهجوم أثناء مغادرتنا وبعد عودتنا في العشرين من سبتمبر عام 2022 ألقى الرئيس أردوغان خطابا مرة أخرى أمام الأمم المتحدة وصرح مجددا أنه لا يوجد فرق بين الجيش الكردي وحزب العمال الكردستاني الإرهابي جعلتنا رحلتنا مقتنعين بأن هناك خطرا حقيقيا من عودة داعش للظهور وقد تركت روج آفا للتعامل مع هذا التهديد بمفردها ماذا لو لم يعد الأكراد قادرين على إبقاء داعش تحت السيطرة من المرجح أن تكون التداعيات محسوسة في أوروبا أيضا ترجمة نانسي قنقر